طيب احنا انتقلنا المرحلة كده ممكن اغلب الناس عارفتك بيها بجد هي الجونا فيلم فاستيبال. احكي لنا الموضوع ده جامعك ازاي? جاءت لقيت بشرة بتكلمني. فبراير مارس 2016. ازايك يا عامل ايه اخبار ازايك? انا عندي فكرة محدش يقدر يعملها معي غيرك. قلت لها ايه? قالتلي نعمل مهرجان سينما في الجونا. قلت لها ام ان. كلمت اه هي المهانس ناجيب ساعتها وقال لها. قالت له مين اللي هيعملها? قالت له عامر مانسي. قال لها اه كنت انا بقى قريدي للسكواش ما انا بقى لي 6 سنين. فده ادى ثقة ان هما يعني يقولوا اوكي يعني انا لو انت بتسألي ايه اللي دخلني على مهرجان السينما. ده السكواش هو اعتقد هو السبب في مهرجان الجونا. عمتا مش لية. لكل حاجة. لكل حاجة. لكل طمام بش قالت لك تمام يقولت لها انا ايه اللي حصل بعد كده? اللي حصل بعد كده ان احنا اه المهانس ناجيب قال لنا اه احدلكوا رقم كده صغير جدا. تجربوا بيه. اعملوا بريزنتيشن. مش تجربوا بيه تعملوا مهرجان. حال. تجربوا بيه تعملوا اه تفهموا الدنيا وتسافروا مهرجانين تلاتة وتعملوا بريزنتيشن. راجل خد معاك ريزك برضو خد معاك مجاسبة يعني. هو هو طبعا. هو مهانس نجيب يعني اه اولا بيحب السينما جدا جدا. سانيا هو ريزك تيكر في اي حاجة بيعملها وبيحب الشباب. وبيحب يساعد البلد. يعني بيحب مصر جدا. فهي يعني مع الشخصية بتاعته. قوي يعني اللي حصل ده. وهو حس انه الفورمات دي تنجح. اللي هو اه الجونة. اه بشرة جاية من الاندستري كفنانة و اه وعندها بقى وانتجت ومثلت وعندها علاقات وعلاقات دولية وكده. وعمر بانسي ده راجل اه بقاله هنا في بيعمل في الجونة خمس ست سنين حاجات حاجات نجحة. فمرنا معا بمواقف كتير جدا. فاينانشلي و اه و اه و اه و كخبرة و عارف المكان و عارف. فشاف عوامل النجاح. بس كراجل بزنس مان برضو شاطر. اه مش هيرمي كل الباسكت. مش هيرمي كل يعني كل الفلوس فيه. نجرب حاجة سوارة ومش في الدنيا. فزاكرنا بقى قعدنا وسافرنا وروحنا و اه و اه بشرة كانت رشحت اه انتشار التميمي هو يمسك المهرجان من الجهة الفنية. و عندو خبرة كمسك مهرجان ابو ظبر. قعدنا بقى نفهم يعني اخد بالك انا وقتها لو انا فهم اصلا المهرجان ده ايه ما كنتش عامله. ده ما في المية يعني صعب جدا من اصعب ما يكون يعني. اصعب ما يكون يعني. تتكلم في شو بزنس. صحيح. فالشو بزنس اصلا خطر كل الناس عينيها علي. مركز. حاجة بتتعامل بشكل بقاله سنين احنا بنشوفه في مهرجان القاهرة الدولة. يعني الموديل اللي احنا راحين بيه ده كبرايفت سيكتر رايح يعمل المهرجان سلمة جديدة. واحنا عايزين نعمله بفكر جديد. وهو انت لو تفتكر زمان احنا دايما حتى من وانا صغير دايما تقرا في الجرائد على المهرجان القاهرة دايما في مشاكل ودايما في اكشن. يعني كافية بمهرجان كبيرة برضو. مهرجان القاهرة الدولي. مهرجان اسكندرية لو تفتكر مهرجان اسكندرية احنا صغرين وتفرج عليه والشارتون وتشوف فنانين كان. بس دايما في احداث حواليه. عارف انت دايما المهرجان ده دايما فيه. اه لا كده. طبعا اه. لا فيه هيومن فاكتر او فيه بني ادمين كتيرا. كتير او. بالزبط كده. مش مكن يعني. هلو اوي النقطة دي. هلو اوي النقطة دي. لانه دايما انا مرعب. هو مرعب لانه كمية فعلا هيومن فاكترز الحواليه. عالي جدا. ده قاعد على الكرسي ده. ما عادش على الكرسي ده زعل. وده ممكن يبقى حد انت قصة من فيها ايكانوت انك تزعله. اه. اوكي. وفي نفس الوقت ممكن انت تبعمله الكرسي ده ويجي حد عندك يغلط فيقعده على الكرسي ده. والستيج والتليفزيون والفنانين والصناعة والسبونسرز والستيك هولدرز والمليانة. بني ادمين ومليانة. اه اسمها ايدي? يعني شركات واجهات حكومية. يعني موضوع كبير وصعب جدا ومتوقع جدا وتفاصيل كتير جدا جدا جدا. اول سنة كنت عامل زي فطوتة كده. بس البدلة واسعة جدا علي. والله الصور دي موجودة يعني وهفتان كده خصيت حوالي من تمانية لتسعة كيلو. ما باكلش. وسترس فوق الوصف. وانت بالنسبة لك الناس دي وثقت فيك. فانت هتوديم في ستين يعني قصدي. وما وثقين فيك بجد. ودي ودي مشكلة. مش قصدي يعني قصدي. خطر قوي. اه طبعا خطر. واسامي انت. اه طب انا انا عملا اقول طب انا ممكن اضيعهم بجد. انت مش بتعمل. اكشلي انا كنت اضيعهم. ربنا سطح. والله والله. طب احكي لنا على اول افنت عملتها. يعني قصة ممكن ناس كتيرة متعرفهاش من الحاجات اللي في ال background كده. وانت لحيتها ازاي. وكانت ممكن لو ظهرت كانت ممكن تزع يعني كانت ممكن تعمل مصيبة. انا كنت راسي احكي لك اول سنة مهرجان بقولك. مش عال على سيستم كده اسمه ستار بيس تقريبا حقا كده. مو ما هو معقد جدا جدا. وانت مشكلتك في المهرجان ده ايه برضو. انت بيشتغل عليه فوق المتين واحد. متين واحد دول. انت متقدرش تعينهم. متقدرش عين متين واحد. في شركة. هيبقى رقم كزاعبالي. كمرتبات. ومش محتاج المتين واحد يشتغلوا السنة كلها. فاللي بيشتغل معك. الناس دي بتجتمع بقى بقى بيبقوا بيجوا فبيبقى عندهم شغلانات تانية وبيجوا يعملوا فريلانس او كده. فا اه واول سنة برضو ما ما لسه بقى احنا بنتعلم كلنا. فما فيش ما ما خدوش المزبوطة على السيستم. مش انت مش بقى مش بتكلم في الناس قاعدة معك من اول السنة. فانت عارف بقى تعمل لهم بقى مزبوطة ومزبوطة. فيش كلام ده كله بيتعامل. بالحب جدا. مش بالحب بس بالاجتهاد. جديد. كله جديد. كله جديد. انت بتخلق انت بتخلق رشتة المهرجان لأول سنة. فانت بتخلقها ازاي كلها? حد يقول لك معلومة. روح تقعد مع مش عارف مين يقول لك معلومة. مش عارف مين يوسلك بحد يقول لك معلومة. تكلم الناس في مهرجان القاهرة اه اشتغلوا عليه قبل كده يعلموك. تروح تسافر في مهرجان دبي تتعرف على حد يقول لك. انت بتخلق حاجة ما تعملتش قبل كده. وكمان كانت الفكرة كمان وقتها اللي احنا كلنا عايز نعمل. انه شباب انت هتشتغل مع الشباب. هتعملوا بالشباب. اوكي? فانرجي هايلة بس اكسبرينس ضعيفة كلنا. اوه. فالمهم بقى فكله بيحط التدخل فايل فايل كل واحد جاي مهرجان. حيسافر تذكر الطيرانه منين? هيوصل فين? عربية ايه اللي هتجيبه? اوتيل ايه اللي هيوعد فيه? والميل بلان ايه اللي هيتحرك فيها? وجوه كل واحد جاي عنده معين. فالواحد مسلا لوفتار بس. واحد لوفتار وغدا. واحد ملوش عربيات يتحرك في واحد له اه عربية واحد له اه قاعدة كويسة واحد له قاعدة اه بي واحد له يعني كمية تفاصيل فانت لازم في كل شخص جاي المهرجان. تكتب كل ده في السيستم. تمام? عشان يبقى كله فطبعا هو سيستم صعب قوي والشباب جداد وما خدوش احسن حاجة ففجئت ودي قصة حقيقة جدا جدا. المهرجان يوم الخميس يوم السابت الحد. البنت اللي مسكها دخلة عليها. بتعيت. وما نميتش بقالها يومين ثلاثة. انا كل ده بقى ما اعرفش هزي المصيبة. يعني انا بالنسبة لي الشخص اللي ماسك الفايل ده. بنوعد ويكلي ريبورت. اه او يعني يعني او هي كانت بنوعد كل يوم الصبح بصراحة بس هي كانت مش مستوعبة حجم المشكلة فبتحاول تأجل انها هتقول هالي. لحد ما ضربت. مرة واحدة بيطلعوا بقى لازم يسلموا اه القتلات لقرسكم فيسلموا انه احمد رشاد ويسرى ومنا قاعدين في شارته. وعمر وضرة ومحمد قاعدين في موفين بيك. واحمد حيوصل يوم الاربع الساعة ستة وعمر حيوصل يوم كويسة احداشر وضرة هتوصل يوم الاربع الساعة. مفروض ان انت لما تدوس انتر ينزل لك كل ده. ده اللي احنا الامل اللي احنا عايشين عليك. بقالنا سنة وشوية لما اشتغلنا. فجئنا ايه? ان ده بقى الديتا اللي كانت محطوطة غلط بسبب انه هو صعب. فما فيش ديتا. تمام? الوقتلات اول مرة نعمل مهرجان. فمستنيين ايه? الديتا. عشان يسكنوا. طبيعة جدا. انا ما فيش ديتا. هون فيش اصلا ديتا. فامتى ابتدوا يحسوا بالمشكلة? يوم الاثنين? وابتدى البريشر بقى يزيد علي كده كده كده. وابتدوا يفهموا ان انا عندي مشكلة. هي مش مشكلة هي مصيبة. ده فضلت تلات يام. ومهرجان يجونا بقى واحنا الحمد لله كنا. ودي كانت حاجة للواحد بقى اشتغلنا عليها جميعا ان احنا انا كنا عايزين نرجع المهرجان. نرجع فكرة مهرجان انه ايه بقى او 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 الناس اللي ملهاش في السينما تبقى مهتمة بيه. وتيجي تحضره او تتفرج عليه. فخلقنا حاجات كتير قوي. وعرفنا وبعلاقات بقى اللي نجيبه هن سميح بعد الامام وفق يجي تكرم فورست ويتكر كان جاي فقدرنا قبل المهرجان باسبوعين تلاتة نخلق الهايب بتاعت ان الناس عايزة تيجي. ما قبل ده على فكرة. اما كنا بنكلم الناس في نص سبعة وكده محتش انترستد اصلا. يعني انا مريت بالفترة دي انك بتكلم فنانين تعزيمهم مش مش شيء يعني الصحة جديدة طب حتكون بتعمله ايه يعني ما كانش فيه الانترست. قدرنا نخلق الانترست. اول سنة. فالناس خلاص مستنية مهرجان الجونة. وفق انت متخيل بقى انا احساسي انه. احمد رشاد ده هيجي اصلا يركب الطيارة. هيوصل مش هلاء العربية. او هيوصل مش هيعرف وقعت فين. يعني خلاص انت تحرقت قبل ما تبتدي. يعني مصيبة وتحرقت بقى انت كشخص. والناس الكبارة اللي وثقوا فينا. والدولة اللي وفقت ترعلمهرجان يعني قصة. ممكن تؤدي الى كارثة انت السبب فيها. فانا عمال اقول لنفسي طب انت وفق انت مش اقضل موضوع ده انت ايه يعني كانت كتت فترة. ومش شايف لها امل ما هي خلاص ما هي توتللوس. يعني انا ساعتها هو توتللوس مية في المية. والله بيقول لك حقيقة. مش بيقول لك يعني واي بقى كله يسأل بشرة والتيم. مش ملوش مخرج. طيب انت عملت ايه? حيات ربنا. عملت ايه? حاجة كانت مهمة جدا 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 جدا. ربنا يعني اكرمنا فيها انه كان على قلب رجل واحد بجد. اول سنة دي. وحيات ربنا اللي طلعنا من هذا الموقف. ان التيم كله كان بيشتغل كده. دي هم حاجة على فكرة. في النجاح ايه حاجة? ما في المية. في اي نوع بيزنس اي نوع فانت اي مؤسسة سواء خاصة او عامة الموضوع ده لو مش موجود انتهت. انا فقدت الموضوع ده على فكرة في السنين بعد كده. بس اول سنة كان كده. فاللي انقذني منها انه خدنا قرار احنا على الشغل مانيوال. ده قرار من اصعب ما يكون ان انت. عالك الراسة بقى. اه ان انت تقعد تقول انت عندك مسلا الف ومتين جاست بيعودوا تلاتيان. و الف ومتين جاست بيعودوا الاسبوع. اللي هما الايام اللي في النص. اللي بيجوا بقى الصناعة والورش والحاجة دي. و الف ومتين جاست بيعودوا في الكلوزنج. حل? كل واحد من دول جاي في معد. جاي بوسية مواصلات مختلفة. قاعد في مختلف. اللو مل مختلفة. اللو بلان مختلفة اصلا. اللي جاي جوري هيحكم فلازم له طب. اللي جاي عنده حيكلم فاللي جاي فنان فعنده اندريوز. اللي جاي مع افلام كست افلام. وكل واحد من دول عنده الاللي جاي براس. انت عندك الاللki فيها براس. براس ده في الهم الصحفيين. ففيه صحفين محليين. في صحفين عرب. عرب في صحفين اجانب. في تلفزيونات محلية في تلفزيونات عرب في تلفزيونات اجانب. في اه الناس اللي جاية مع افلامها. كل فيلم جاي بالكاست بتاعه. في الحتة التعليمية. المليانة بقى ناس جاية تدي فانالز ناس جاية ورش تدي ورش. حاجات اتفاقات مع صفارة امريكا. اتفاقات مع صفارة انجلترس. اتفاقات مع يعني كمية تفاصيل انت لا يمكن انت استوعبها. لا وانت كمان تفاصيل مش بس كده انت بتتعامل برضو معلش في انت مش بتعمل كوربرت افانت في اوتيل انت بتعمل حاجة برضو مع ناس عندها ايجو كتير. فبرضو لو حاجة ما جاتش على مزاجهم شوية ممكن يعمل لك مشكلة وازاي وانا كده خدت اقل من حقي وانت مش اصدق بس هو ممكن ياخدها كده يعني يزعل. لان برضو ايه انت بتعمل مع حتة فيها ناس مشهورة في الميديا فهم متعولين عليهم فلو ما تعملتش برضو بالحاجة دي ممكن يكدوها عليك. مية في المية. ففي حتة ايجو صغير لانا بعمل اه افانت في اوتيل الموظفين بتوع شركة يعني. مكانتش سهلة خالص. اه. فكررنا ان احنا نشتغل مانيور. فكلمت التيم مطلوب جماعة كله يجيلي على بتاع الجونة. وانا فاكر وكان برضو التيم بتاع اوراسكوم ساعتها جونة كانوا برضو وان تيم. هل. فكلنا رحنا بتاع الشركة اللي عنده كل الاوتيلات. وقعدنا على الارض وهو معانا التيم بتاع اوراسكوم اللي مسكين الاوتيلات. وبالورقة بقى واحد واحد بيتساكن ايه الحق? اه 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 فنانة يوسع توصل يوم الاربع الساعة ستة وابتديت بقى ايه? نبتدي بالاربع وبعد كده خميس الصبح وبعد كده خميس الضهر. فبتسكن القريب الاول وقعدنا اشتغلنا عليها. تسكن قريب الاول وقعدنا اشتغلنا عليها بقى مانيول. واحدة 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 وكل الناس قاعدة وما بننامش وشاي وقهوة لحد الساعة تلاتة اربعة الصبح. اه انا فكر مكالمة جات لي لان انساها في تاريخ حياتي. جاءت يوم التلات مسلا. اه الموقع انت سميح بيكلمني انا قلت بس. انا عارف اللي عندك. وما تقلقش. هو على كده. وحياة ربنا. وحياة ربنا. جميل قوي يعني. انا عارف اللي عندك. ما تقلقش. وانت يعني انت عملت الكلام ده قبل كده. ماشي اكبر شوية. بس انت لازم عندك ثقة في نفسك. وحتعملها وانا انا ما تقلقش. وبقول لك ايه لو اتزنقت في قوض. اه انا عندي شقة مش عارف عندي شقة في المارينة فيها اربع قوض ممكن تودي فيها التيم. ومهندس نجيب عنده مش عارف بيت فين ممكن تاخد فيه كازا انا ما اتفقت معاه. فانا بقى اللي هو انا اولا دمعت لانك اتأثرت جدا 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 لاني مستني حاجة. لقيت بقى الراجل الراجل يعني الراجل بزكاء شديد جدا. اداني بوش. لأ هو انا هعملها لو بموت. ده درس كبير قوي في القيادة في الليدرشيب. درس طلع احسن معنا. اه. اه. احيات ربنا دخلت بقى جوا. فرقت معاك جامد المكالم. مش فرقت معايا عادي انا بقى نقالتها للتيم. اه. انا انا جاي. انا كان قاعدين جمبي فانا بوري لهم التليفون. فانا اصلا ايدي مش عقص انت بتكلم في واحد انت وثق فيك وثقه فيك. وانت حتضيعه. وناس اسمها فعشت ضيعه. اصلا. ومش بس هما انت برضه انت بتكلم كدولة. وانت برضو اي مهرجان او اي حدث كبير زي كده لازم له ان الرعاية من الوزارة وزارة الثقافة فوزارة الثقافة اديت الاوكيه طب اديت الاوكيه بناء على طبعا على اسامي الثوارثة وعلى ان التيم اللي بيعمل ده ناس واسقة فيهم برضو بشرة بقى لها سنين في المجال امتشال بقى عنده خبرة قبل كده كزا عمري مانسي بيعمل بقى له وست سبع سنين طرات عالم يعني قصدي تيم يستحق هزي السكة انت تيجي تقول لهم سور يا جهانت ومسكتكم كانت مش في محلها كانت صعبة اوي يعني فرجعت الى التيم انا فاكر كنت قاد في الشارتن كده ساعة الصبح يوم الخميس الصبح اللي افتتاح بالليل وامتبسس كده في البلكونة وامتقيل ايه يا رب انا محتاج معجزة وحياة ربنا وحياة ربنا ويا اخي انا ما عرفش ايه اللي حصل هو اللي حصل مية في المية مش انا يعني مية في المية مش احنا اصنع عارف كأنه اوركسترا بتتلعب معرفش ازاي انا الى يومنا هزا مش احنا اللي عاملين ده يعني يا صدي الزبط انه الراون مسلا بتاعك انت عارض كاربت ستة فمعاه فحيجي لك العربية ستة لخمسة فانت تكرر تنزل ستة لخمسة اللي هو اصلا مفعش يحصل برضو كفنانين ينزلوا وعندهم وعندهم لبس ومش عارف ايه كل حاجة مش بالثانية واسمع بقى الكلام ده في الانترفيو الساعته الناس يا جماعة مش ممكن احنا مش شفناش ده قبل كده ازاي كده ازاي كل حاجة الثانية كده ازاي مصر بيحصل فيها كده وكل حاجة او� الله牙 عارف ان ادربنا فيها انا ما عرفش ايه اللي حاصل انا معرفش ايه اللي حاصل ايه الايه ومنا هزا انا معرفش اللي حاصل زلو خمسة انشى يعني ترجمة نانسي قنقر